ان شاء الله بكرة حيكون فيه زي ما اتكلمنا مع حضراتكم مكمعنا ثروة سويلة المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم من يومين وتكلم ان قد يكون او ان شاء الله حيكون هناك اجتماع لاتحاد كرة القدم انا الحقيقة لغاية دلوقتي محتار محتار ومش عارف هل هو اجتماع رسمي ولا هو اعدى ودية اعدة عرب مش عارف الاعادات العرفية دي بنشوفها فيه لما حد بيقتل بعيدا عن الناس كلها لو احدش عايز يتكلم في الكلام ده ولكن الاعدات العرفية دي يعني احنا دخلي احنا فيه مسابقة محترمة فيه مسابقة محترمة وفيه دوري مصري واحد من افضل الدوريات واقدم الدوريات في افريقيا هل من الممكن ان يتم حل هذا الموضوع بعمل اعدة عرب انا على فكرة مش معترض انا بس باتساءل هل من الممكن ان يتم حل موضوع المؤجلات والفار والكلام ده كله بقى اعدة عرب انا بس عايز حد يفاهمني وانا حتى يوميها سألت الوقت ثروة سويلم ان هل الاعدة دي اعدة رسمية ولا اعدة ودية هو قال لي اعدة ودية وبعد كده طلع حد تاني من تحت كرة القدم قال لي دي اعدة رسمية طيب هي اعدة رسمية ولا ودية ولو ودية هل القرارات بتاعتها هتبقى ملزمة للاندية لان تكون ملزمة لحد لو اعدة ودية فانا الحقيقة مستغرب ومستني وزي ما قلت لحضراتكم هل من الممكن ان تكون هناك تكتلات بتحصل محدش عارف كل ده كلام بنسمعه وكل ده كلام بنشوفه خلال الفترة اللي فتت على انها قد تكون هناك بعض التكتلات اللي بتحصل ولكن النادي الاهلي متفرقش معها تكتلات متفرقش معها حاجة لانه عنده جواب جايله جواب رسمي وزي ما قلت لكم بارح او اول مبارح النادي الاهلي بيلتزم بكلماته وبيلتزم بما جاء اليه من جوابات رسمية بما جاء اليه من جوابات رسمية وبالتالي النادي الاهلي سيلتزم بمثل هذه الجوابات فما عندناش مشكلة اللي يحصل يحصل وما فيش اي مشاكل هتحصل خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله ولكن زي ما قلت لحضراتكم الفترة اللي جاية الجمهور هو الاساس في كل شيء جمهور النادي الاهلي هو الاساس احنا مش عايزين حاجة غير ان حضرتك تشجع ناديك فقط لا غير اي حاجة تانية او اي كلام بيتقال برة تشجيعك لناديك من فضلك ما تعملوش